هناك خلاف بين الجمهور وغيرهم المعاصي هل تفطر الصائم او لا تفطره؟ يعني الكذب الزور لاشياء اللي من هذا النوع هل السيدة عائشة ترى ان هذه الاشياء مفطرة؟ واخذ بهذا الامام الاوزاعي والامام الثوري والظاهرية ابن حازم والجماعة دولة قالوا ان من ارتكب معصية في رمضان مثل الغيبة او النميمة او شهارة الزور او الكذب او هذه الاشياء فقد افطر كأنما اكل او شرب واخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حادة في ان يدع طعامه وشرابه وقال لكن الصيام جنة فاذا خرق الانسان الجنة ده لم يعتبر له صيام وانها فتر الترقي وتطهر وتحرر من شهوات النفس كلها ليس مدرد شهوة البطن والفرج فقط لا من كل هذه الشهوات فمن خالف هذا النموس فقد افطر الجنهور قالوا لا هو صحيح اذهب ثواب صومه اضاع الاجر الذي كان يستحقه بالصيام فلا اجر له ولكن ليس عليه ان يقضى يوما بدل اليوم وايضا هذا ليس بالشيء الهيئ ان المسكين جاع وعطش يوما كاملا ثم يأتي في اخر النهار وليس له حظ من اجر او مثوبة ما احمق من فعل هذا فعلى كل حال هذا يعني يحس المسلم على ان يحافظ على صومه ولا يجرحه بمثل هذه الامور يعني يجعل صومه نقيا طاهرا لا يرفوث ولا يسخب ولا يجهل وان سيبه مرون او قتله فليقول اللهم اني صائم اللهم اني صائم كما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم